اللي بعده كرة اللي بعدها ده هدف هدف الفوز وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا بساكرين لقطة لقطة احنا عناش وقتها قص يعني نعرض الحالات بتاعت الماتشاط اللي فاتت لقطة مكررة الاهلي لما الكرة بتكون بتتحرك وبلعب من اوبن بلاي بحط كروس من اوبن بلاي التحركات دايما على البعيدة ترد على جو يعني الكروس اللي هيتعمل دلوقتي ده كان المفروض هيتحط على البعيدة يا بيروح له ياسر إبراهيم اكتر لاعب يقدر اخذ الكرة العالية يا بيروح له ياسر إبراهيم يا بيروح له الجناح العكسي بيروح عشان يرجع يصلحها تاني جوة بيكون الرقابة اسهل بكتير كمل كمل وهنا لازم اثني على حسين الشحات للمباراة التالتة على التوالي بيلعب عدد دقايق قليل مؤثر جدا صرع في المباراة الماضية صرع النهاردة الكروس دقيق جدا من المرات الندرة وخلني أقولك رقم سالبي جدا بالنسبة للكروس زكريم النادي الأهل النهاردة خمسة وعشرين عرضية أربع عرضيات فقط ناجحة ده بالنسبة ليه معنين؟ المعنى الأولاني فيه أزمة عند المهاجمين في أن هم إزاي ياخدوا القرات العالية أو الاريلز الأزمة التانية أن الكروس ما بيعديش أول مدافع ودي مشكلة كبيرة جدا في النادي الأهل جودة الكروس نفسها فيها مشكلة كبيرة بص التحرك يا كريم وكمل كمل حط حط الكروس أنا عايز اللعبة دي فيه كدر أنا عايز أتكلم عليه المدة دي كمل الهدف طبعا يعني الهدف عشرة في المال لمحمد شريف والباقي لإحسين الشحاد وبرونو سابيو أنا عايز بس اللقطة دي فيه لقطة عايز أتكلم عليها لو معانا الكدر أنا مش عارف الكدر يجيبها ولا لأ فيه لقطة ايو هيا دي اللقطة اللي أنا كنت عايز ارجع 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 هاته ارجع حتى تي ارجع حتى تي دي الأولى أولى وقبل ما يجيبها اه هي بس خلاص اي انت شاف ايه في اللقطة يا كريم ارجع ارجع لا ارجع ارجع بعد محسوم اخد الكور ايوه ايوه اشكرك 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 النادي الأهلي بيسجل في ديها 96 يا كريم وعايز اخد الكورة عشان يرجع بيها على الثمنتاشر عشان يرجع بيها يسانتر انا مش هفتهاش في حياتي ليه ده بيقولك ايه هناك حالة من اللا تركيز اللعيب داخل الملعب وهو مش داريان هو بيعملي اصلاب تريدك بتشيط بيها اه بشيط بي ايه ايوه مستحيل اصلاب معلش مستحيل عارف لو ديها 80 اه اقولك عايز يجيبه الثالث اه انما ديها 96 عدت 96 الحكم اللعيبة هتسانتر والحكم هيصف اه اتخذوا كورة عشان يرجع بيها فين انت كذبان ماذا تفعل يحسام يا حسن ده مش هدف التعادل ده مش هدف التعادل ده هدف الفوز ماذا تفعل يحسام يا حسن لقطة ما ظن مش ما ظن مش الناس خدت بالها منها اه لكن لقطة غريبة جدا اه لقطة غريبة جدا جدا هو العيب النادي اللي بتعود على كده انه هو ايه انا راح بس خلاص الوقت بيخلص انت عايز تهدي اللي عم بقى خلاص ده سبعة 90 اول حكم فعلا عشان يعني يدي فرصة لان كان في توقف حصل لمدة دقيقة ونص عشان يدي فرصة لكمان نص دقيقة هجمل فاركو ساب لهم الكرة الكرة راح اتهجمل فاركو بس هو افتكر هو افتكر افتكر بعد لخد الكرة هو ايه اه 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 فانا بالنسبة لي هي مبررة حاجة واحدة اه حالة من اللا تركيز وامكن كان في لقطة سابقة بس بلاش عشان ما يبقاش بنقص على حسام يعني برضو في نفس الاتجاه فهو تاني اللعيب لازم منزل من على البنش يا كريم يبقى مركز قوي قوي يبقى قين في المباراة اكتر من كده فانا بالنسبة لي يا لقطة يعني يا لقطة غريبة جدا انا مش شايفها يا لطة التركيز على قد ما هو زيادة تاتر يعني هو ما هو التاتر بيعمل لليه تركيز بزاقي من كتر ما هو عايز بسرعة كم متحمس وما ما خدش بقاله انه كده المباراة خلصت خلاص لا وإن العلي كذبان وإن العلي كذبان فدي أزمة كبيرة بس يا لقطة مفتة